من بعد ما قمنا بضبط مكونات الملف دينا في هاد شريط غنشوفو ضرورة تسجيل العمل دينا من بعد ما كنكونو قمنا بكتابات معطيات او معلومات في الملف دينا فضروري نقومو بعملية تسجيل هاد العملية كتمكننا نحتفظو بالعمل دينا ونحميهو من الضياع اذا اللي هادا يقيم ما كنضغطو على الزر انغوزيستخي اللي عدنا فلا بغدو تيكسي رابيد والاختصار لوحات المفاتيح ديالو هو كنت خلس او لا كنضغطو على الانغلي فشي او من بعد هنا هادنجوجو امكانيات انغوزيستخي او لا انغوزيستخيسو انغوزيستخيسو ميزة مهمة بحيث كتعطينا اختيار حفظ الملف دينا في مكان معين وكتمكننا من تحديد اسم خاص الملف دينا وتحديد الفرم اللي غنسجلو عليها الملف دينا يمكننا نسجلو الملف دينا في سكايدرايف لكنا نعطينا حساب سكايدرايف يمكننا نسجلو الميلف دينا في الحاسوب دينا ونضغطو على باركو غير كتفتح لدهد النافضة اللي يمكننا نطلاقا من هنا نحددو اسم وعيا لميلف دينا والآن يكفي نحدد الموقع اللي بغينا نسجلو فيه الميلف وانطلاقا من هنا يمكننا تحديد لفهم اللي غنسجلو بهالميلف دينا مثلا في حالة كنا غنشاركو الميلف دينا مع أشخاص خورين اللي ما كيتو فروس على النسخة الجديدة وعندهم فقط فانطلاقا من هنا يمكننا اختيار تسجيل الميلف دينا بنسخة إكسل دينا أيضا طلاقا من هاد القائمة يمكننا اختيار تسجيل الميلف بلا فهم اللي كتناسب الطلب دينا بالنسبة لنا الآن غنحتفظو فقط بلا فهم دينا نسخة إكسل دينا واللي هي كلاسور إكسل والآن يكفي نضغطو لأ إدن في أي مرة كنبغيو نسجلو الميلف دينا بإسم خاص وفمكان خاص فضروري نستعملوه نرجعو الميلف دينا الآن في حالة قمنا بتغييرات أو تعديلات أو ضفنا معلومات أو غيره فالآن ضروري نسجلو التعديلات اللي قمنا بها ولهذا ضروري من حل آخر نضغطو على كونتخول اسف لوحة المفاتيح أولا على الزر انغوجستخل اللي عدنا فلا بغدوتي عكسي غابيد